ده الجهاز الفني ايه حكاية ابو السعود ابو السعود ده النسخة اللي هي مثلا من عشر سنين على الهالي ابو السعود بقى له عشر سنين في المقاولين اه يا بس دي اه النسخة ما قبل العشر سنين كمان ده كده ممكن نقولي 12 سنة ولا حاجة يعني نسخة بداياته بصراح بص كابتن كريم ابو السعود حارس موهوب وحارس عنده قدرات فنية عالية جدا جدا ومصافات جثمانية وحاجة يعني محترمة وانا اه يعني اشتغلت مع ابو السعود في الاهلي اه حوالي سنتين صحية اه لما انا كنت موجود في النادي الاهلي فلما روحت المقاولين ومش غريب عليا انا عارفه كويس وهو كمان عارف تدريبه وعارف وهو مسترح جدا يعني وانا شغال معاه انا مسترح جدا معاه والولد كمان شخصية كويسة جدا وهادي وعنده قدرات فنية عالية جدا فاشتغلنا والشغل يعني بنشتغل عن مهلنا خالص وبرحيتنا وبنتكلم في تفاصيل صغيرة وتفاصيل كبيرة وكل مبارا بناخدها على حدة وكل مبارا بتخلص بنحاول نتكلم في الإيجابيات ونحاول الإجابات التي تبقى معنا في كل مبارا ونشتغل على السلبيات اكيد فيه سلبيات صحية وانا لحد دلوقتي اخد بالك بكل اللي بيعمل ابو السعود انا عايز لأكتر من كده يعني اتمنى في ابو السعود للأمانة من السنة اللي فاتت والستاشر مباراة والسبعة احنا لابنا مباراة في الكاسمعة الاهلي اللي لابنا حوالي 17 مباراة السنة دي و6 مباراة السنة اللي فاتت او السعود فيه مباراة كتير يا كابتن كريم بيطلع حاجات صعبة قوي ودايما بيصنع الفرق معنا في مباراة كتير بيبقى ليه كورة او كورتين بيصنع الفرق فيهم يعني مع طبعا الأداء الكويس اللي اللعبة عاملاها اللعبة كتير جدا تقدم شكل كويس كنت لسه بتكلم مع حضرتك قبل الفاصل احنا لعبنا 16 مباراة الدوري فيه حوالي 9 اللعبة من عندنا او 10 واخدين ما نوفزا ماتش فيه ابو السعود واخد مباراة ماتشين جون اوكلي واخد مباراتين ومتقسم بقى بقى العشرة على كل اللعبة يعني امتالي معظم اللعبة في كل المراكز واخدين ما نوفزا ماتش صحيح فده اندلع شيء دول ان الفريق كله اداء كويس من اول ابو السعود لحد جون اوكلي قدام او حتى الناس اللي بتنزل احنا عندنا مثلا اماضوا نزل مباراتين مباراة اسماعيلي خلص جابوا هدف مباراة صلاعي الجيش مباراة الاخر مباراة كنا بلعبها مع الداخلية جابها فادي بينزل جاب دربتين جزاء في مباراتين وعلى بعض فالفريق كله الحمد لله عبر العالمين ولو انت اخذت بالك يا كابتن كريم ما عندناش احنا مش جايب بالك مش جايبين لعيبة باسعار طبعا احنا اسعار لعيبة عندنا يعني لو عملت كده توتل لعيبة بأي لأي نادف في مصر هتلاقينا برضو يعني اقل كتير جدا من انديه تير صح صرفة اكتر مننا يعني بعشرات المرات صح ورغم كده كابتن شاو اعمل توليفة كويسة جدا جدا من اللعيبة عندناش دايما هو يتكلم كابتن شاو اقف كل مباراة اللي مش نازل عشان يكسب يرفع ايده بيقول كده اه طبعا كل مباراة اللي مش نازق يعني دايما كشو بيلعب على المكسب على طول بيلعب اهلي بيلعب زمالك بيلعب فرقة كبيرة بيلعب فرقة كاسم هو دايما عايز يكسب والطموح ده وصله للعيبة خد بالك انت لما تبقى معك مدرب ومدرب عنده اسم كبير وهو بيبقى كله مورام ما هو بيخافش حتى بدليل حتى كابتن شاهو ايه تعال تفرج كده على اللعيبة الصغارة اللي لعيبها في المقاولين هتلاقي فيه معنا مثلا عمر فايد والله انا من احسن من احسن يعني سير ذبكات في مصر دلوقتي موهبة رائعة والولد ما شاء الله من السان اللي فاتت وخبالك فيه لعيب اشرقته عنه 16 سنة فيه لعيب عندنا 2006 لعيب 16 سنة ده اظهر لعيب في الدورة لحد دلوقتي عبد الناصر لعيب مباراة لإسماعيلي فانا اعزا اقولك فيه يوسف عزب عندنا لعيب كتير قوي صغيرة بتتمرم معنا وحتى فيه معنا قطة 2001 لعيبة كتير صغيرة بتلعب فبالحمد لله يعني كابت شاوئي مفيش عنده حتة الخوف دي خالص وبالتالي ده نتنقل للعيبة ان احنا بنلعب كل مباراة بنهاجم وعايزين نكسب اه طبعا بيقى فيه تنظيم دفاعي وقى فيه شكل ناحة دفاعية انها في النهاية الحتة ان انت بتلعب عشان تكسب دي موجودة في كابت ان شاوئي